خلونا نروح لأخبار الكرة الطائرة والكابتر محمد اللقاني المدير الفني لمنتخب الكرة الطائرة الأول هيكون بيقعد بكرة في اجتماع مع أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الطائرة علشان يحطوا خطة إعداد المنتخب خلال الفترة اللي جاية والمنتخب بيستعد حاليا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في أغسطس اللي جاي واللي غاب لقبها عن مصر من نسخة عام 2015 الجهاز الفني لمنتخب قرر استدعاء 26 لعب لمعسكر المنتخب واللي هيكون بينطلق خلال الأيام اللي جاية وهيتم وضع تجهيز معسكرات داخلية وخارجية كمان للمنتخب الموسم المحلي كان انتهى وحصد الأهلي لقب بطولة الدوري في حين أن الزمالك قدر أنه يكون بيحصد لقب بطولة الكاس وكان فيه احتفالات كبيرة كمان على السوشال ميديا فشايفين الدنيا ماشية بددية كبيرة جدا حتى من حيث تحديد الألقاب المحلية ما بين أهلي وزمالك أو زمالك وأهلي